اعترف الجيش الاسرائيلي بقتله موظف الاغاسة في غارة جوية اسرائيلية وعلنت قوات الاسرائيلية ارتكابها اخطاء جاسيمة وانتهاكات للاجراءات ما ادى الى قرار باقالة ضابطين وتوبيخ قادة كبار رسميا وخلص التحقيق الى ان قوات الاسرائيلية اعتقدت خطأا انها تقصف مركبات نقل مسلحين من حركة حماس عندما قصفت الطائرات المسيرة السيارات الثلاث التابعة لمنظمة وولد سنتر كيرتشن الخيرية